اشتركوا في القناة 54 من السلسلة التعريفية للأعشاب الموجودة في المغرب هذه العشبة يغرسها الناس عندنا في الحضائق وفي المزهريات لتزيين وفي جنبات المنازل لطرد الهوام والحشرات والأفاعي برائحتها النفاذة ولقد استعملت في الطب القديم ولا زالت تستعمل في علاج كثير من الأمراض الخارجية والداخلية عشبتنا لهذا اليوم تسمى السداب نقول لها في المغرب الفيجل وقبل أن ننتقل إلى التفصيل أدعكم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع ولكم الأجر والثواب والدال على الخير كفاعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشبة السداب الفيجن أصلها من جنوب شرق أوروبا أوكرانيا وألبانيا وبلغاريا وثم تجنيسها على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا وتم انتشارها على نطاق واسع في أمريكا الجنوبية لخصائصها الطبية وفي هذه العشبة نوع بري ونوع بستاني تسمى هذه العشبة بالعربية السداب ويقال لها الفيجن بالنون ونقول لها بالدارجة المغربية الفيجل باللام وفي بعض البلدان في المغرب يقال لها الروطة وهذا الاسم مستق من اسمها العلمي اللاتيني الآتي ذكره اسمها بالفرنسية لاغي أوفيسينال اسمها بالإنجليزية كومون راي اسمها العلمي الروطة غرابيولينس من عائلة السدابيات روتاتشي فهذه العشبة لها تاريخ قديم في العلاج بالأعشاب وكذلك استغلها بعض المشعودين ضعفاء القروب لما لها من تأثير في علاج بعض الأنواع السرع واستخدموها في تقوسهم الشعودية السحرية نسأل الله لنا ولكم العافية الفيجن السداب في الطب القديم قال ابن البطار رحمه الله في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية مادة السداب قال هو الفيجن منه بري ومستاني فالمستاني يفرع فروعا تطلع من ساق له قصيرة تتشعب عليه سعب مثل الأغصان ويحمل في أطراف أغسانه رؤوسا تتفتح عن ورد صغار الورق أصفر وإذا انتشر سقط منه الحب وأما البر فهو أصغر ورقا من البستاني وزهره مثل زهر البستاني قال جالي نوس السداب البستاني يقطع ويحلل الأخلاط الغليظة اللزجة ولمكان هذه القوة صار يستفرغ ويخرج ما في البدن بالبول ومع هادفه ولطيف ويذهب النفخ لأنه من أنفع الأشياء للنفخ والرياح ومانع لشدة شهوة الجمع وقال ديوس كوريد أما الذي ليس ببستاني يعني البري فإنه أحد من البستاني وأشد حرافة وليس بصالح للطعام وكل النوعان مسخنان محرقان مقرحان مديران للبول والطمس إذا أكل أحدهما أو شرب عقل البطن وقطع المني وقال في التجربتين إذا طولي بماء ورقه داخل مناخر استبيان نفعهم من الصرع الذي يعتريهم كثيرا والمعروف بأم السبيان عندنا في المغرب نقول لها أم السبيان ونقول لها الضرورة وإذا شرب أو تضمد به نفع من لسعة العقرب والحيات والروتيلا وعدة الكلب الكليب يعني الكلب المزهول عندنا في المغرب وبالجملة هو حافظ للسموم وإذا خارط ماءه الأكحال أحد البصر وجفف الماء النازل في العين وقال الغافقي يحلل الخنازير وينفع من عرق النسى إذا شرب من بزره درهم إلى درهمين يعني بين 3 و7 جرامات وإذا أكثر من أكله بلد الفكر وأعمى القلب وكذا تفعل سائر الأشياء التي لها رائحة كريهة وذلك أن كل كريه الرائحة هو مضاد للروح النفساني وأكله باعتدال يحد البصر والإكتار منه يظلمه وقد يصرع ويولد شقيقة وهو نافع من السرع جدا والسداب إذا شرب نفع من القول نجح الريحي وإذا طبق في الزيت وكمدت به المثانة نفع من عسر البول انتهى الكلام من كتاب ابن البيطار رحمه الله أما داود الأنطاكي فقد قال سداب بالذال المعجمة هو الفيجن أوراقه تقارب الزعتر البستاني إلا أنها صبطة وله زهر أصفر يخلف وزرا في أقماع كشونيز مر الطعم حاد وصمغه شديد الحدة من شمه مات بالرعاف والبر أحد وأقوى وهو حار يابس ينفع من السرع وأنواع الجنون كيفما استعمل ودرهم منه كل يوم يعني ثلاث غرامات في اليوم يبرئ الفالجة واللقوة وثلاث أواق من مائه يعني 180 مليلتر مع أقيتين عسلا يعني 120 جرام تذهب الفواق عن تجربة في ثلاثة أيام ويحلل المغصى والقولنجة والرياح الغليظة واليرقانة والطحالة وعسل البول ويخرج الديدانة والحصى ويشفي أمراض الرحم كلها والمقعدة والصدر كالرطوبات والباسور والربو شربا واحسيمالا وإن طلي بالعسل والنيترون والشب جلاء التآلين والقوابي والبهق والبرص والسعفة وداء الثعلب وحلل الأورامة حيث كان وإن طبخ في الزيت فتح الصمم وأذهب الدوي والطنين قطورا والصداع صعوطا وأوجع الظهر والمفاصل والنقرس ونحوها طلاءا ومع العسل وماء الرازيانش يعني ورق البسباس يحد البصرة ويقلع البياضة ويمنع الماء كحلا ويقاوم السمومة شربا وطلاءة وأكلة حتى أن فرشه وحمله يطرد الهوام المسمومة ويمنع الزحير والثقل والدمح حقنا وأكلا ومن خواصه قطع الرائحة الكريهة وإذهاب صدق المعادن وهو يصدع ويحرق المنية وإدمانه يضعف البصرة ويصلحه سكنجبين والأنثون يعني حبة حلاوة والعسل والحامض الفيجن أو السوداب في الطب الحديث السوداب أو الفيجن هو عشبة خضراء زرقاء عشبة خضراء مزرورقة اللون يبلغ ارتفاعها من 30 سنطين إلى المتر وأكثر تفوح منها رائحة قوية أظهارها نجمية الشكل صفراء الجزء الطبي منها الأوراق قبل الإزهار المواد الفعالة فيها زيت طيار يخرج الجلد والجلد المخاطي والجرعات الصغيرة منه تسكن الأعصاب والتشنجات ويحتوي السوداب أيضا على مادة تسمى الروتين وتسمى الروتوزيد القريبة من فيتامين سيدو فيتامين بي القديمة بخصائصها المضادة للأكسادة استعمالات السوداب الفيجن طبيا تستعمل أوراق السوداب من الخارج لعلاج دورة دموية والانسبابات الدموية الناتجة عن الكدمات والتواء المفاصل وإزالة ألامها بحمامات مستحلم الأوراق وعلاج التهاب السمحاق وهو جلب العظام والتهاب أوتار العضلات والأطراف المتلجة أو بتدليكها بزيت الأوراق وتعالج بزيت الأوراق أيضاً الأماكن المصابة بالروماتيزم أو الشلل وكذلك الحمامات الجزئية بمستحلم الأوراق لإعادة النشاط والقوة للعيون المجهدة من العمل كعيون الخياطين والرصامين والعاملين بالمجهر كأطباء المختبرات وعمارها وكذلك من يطول جلوسه أمام شاشة نفاز أو كومبيوتر ويستعمل مستحلم الأوراق أيضاً مضمضة لمعالجة التهاب اللوزتين والتهاب اللثة ولغسل الجروح والقروح النثنة وغسل الرؤوس المصابة بالقمل والصيبان ويحضر المستحلم بالطرق المعروفة بنسبة 1 جرام في كل 150 ميلي لتر من الماء الصاخن لدرجات الغليان ولتحضير زيت السداب تترك الأوراق الغضة إلى أن تدبل قليلاً ثم تهرس ويضاف إليها في زجاجة محكمة السد ما يكفي لغمرها من زيت الزيتون وتوضع في الشمس مدة أسبوعين ثم يصفى بعدها الزيت وتعصى الأوراق بقطعة من الثوب أما استعمال السداب من الضاخن لعلاج ضعف الشهية بأكل بضع أوراق يومياً مع الخبز ولترذي الديدان المعوية عند الأطفال يضاف إلى طعامهم يومياً مسحوق ورقة أو ورقتين ويدلك لهم زدار البطن من الخارج بقليل من زيت الأوراق في آن واحد ويعالج الروماتيزم الشيخوخي حيث يشعر المصاب بهبوط وتدهور عام في جسمه بشرب واحد كأس أو كأسين في اليوم بمسحلب الأوراق ويعطى ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الأوراق ثلاثة مرات في اليوم لمساعدة العلاج الخارجي مما سبق وصفه ولمعالجة الحالات العصرية كخفقان القلب والدوار يعني الدوخة والأعراض الهستيرية عند النساء كالسرع والشلل الهستيريين وغيرهما ويلاحظ عدم تجاوز الجرعات المذكورة في استعمال السداب من الضاخل لأن تجاوزها محفوفا بالأخطار الجدية ويجب كذلك على الأشخاص ذو حساسية الجل أن يجتنبوا ملامسة هذا النبات لأنه قد يسبب انتهاب الجل الضوئي فإن ظهور هذه العشبة غنية بمادة الفيورانوكومارين المحسس للضوء فيجب الحذر من استعمال هذه العشبة أو تهاون معها وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو آملا أن أكون قد أفدتكم ببعض الشيء ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وأشكر لكم تفاعلكم مع القناة وبهذا القدر نكتفي على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد أو أشبة جديدة أو موضوع جديد وإلى ذلك منحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر